بسم الله الرحمن الرحيم نرحبكم أعزائي الطلاب في لقاءات مقرر ميكانيكا تربة اثنين يتجدد من اللقاء اليوم في موضوع جديد من مواضيع مقررات ميكانيكا تربة اثنين وحيث تكون عنوان هذه المحاضرة اتزان الميول الترابية في نهاية هذا اللقاء ينبغي عزيزي الطالب أن تكون قادرا على تحقيق ما يلي أولا أن تفرق بين الميل المحدد والميل غير المحدد بالنسبة للميول الترابية بشكل صحيح ثانيا أن تكون قادرا على أن تحسب معامل الأمان لاتزان الميول الترابية للحالات السابقة بصورة دقيقة يعني الميول المحددة والميول غير المحددة إذن لو بدأنا هنا بالميل ومعنى اتزان الميول الترابية الميل لو جينا تعريفه اللي هو السلوب هو انحدار سطح الأرض بزاوية معينة عن المستوى الأفقي بالتالي يسمى هذا هو السلوب ميل أي جزء يعتبر المنحدر مستقرا في حالة استقرار استيبول إذا كانت القوة أو الإجهاد أو الإجهاد المقاوم أكبر من القوة أو الإجهاد المسبب للانهيار بمعنى لتكون مقاومة العنصر أو مقاومة التربة أكبر من الإجهادات الخارجية المسلطة عليها والتي تسبب عدم استقرار لها إذن معامل الأمان الذي فاكتور choф-safety هو حيساوي لي الإجهاد المقاوم على الإجهاد المسبب للانهيار على الشير أو ممكن تكون القوة المقاومة على القوة المسببة للانهيار على افتراب أنه مساحة الإنهيار تكون واحدة بالنسبة لإجهاد المقاوم والمسبب للانهيار يجب أن يكون معامل الأمان أكبر من الواحد بحيث يكون منحدر مستقرا إذا كان معامل الأمان يساوي واحد معناها أنت الآن في حالة حريدة ولو نلاحظ الآن هذا المنحدر في عندي هنا كتلة أو مادة وزنها W وهذا المنحدر يميل بزاوية عن المستوى الأفكي γاما هذه هي الغاما إذن ال-W هذه تسبب لي قوة قص أو قوة مسببة للانهيار وفي عندي هنا قوة مقاومة للانهيار القوة الذي تسبب الانهيار هي W في صاين الزاوية الوزن العمودي مضروبا في صاين زاوية انحدار الميل أما القوة المقاومة وهي قوة الاحتكاك والتي تمثل لي القوة العمودية N مضروبا في معامل الاحتكاك بالنسبة للتربة معامل الاحتكاك للتربة كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن تانزاوية الاحتكاك الداخلي وبالتالي فإن القوة المقاومة هي عبارة عن W كوصاين الألفا مضروبا في تان ألفا إذن يعتبر المنحدر مستقرا قلنا إذا كان معامل الأمان أكبر من الواحد وبالتالي وجينا هنا معامل الأمان سيساوي القوة المقاومة على القوة المسببة للإيشادات أو المسببة للنهار بمعنى القوة المقاومة على تي القوة المسببة لإنزلاك هذه الكتلة ال-F هي عبارة عن إيش N في تان الفاي وال-T هي عبارة عن W في ساين الفاي ال-T عبارة عن W في ساين الفاي وبالتالي N هي عبارة عن W كوصاين ألفا إذن W كوصاين ألفا في تان الفاي على W ساين ألفا ال-W بتروح مع ال-W كوصاين على كوصاين بتكون عبارة عن تان الفاي وهنا في البصل بيكون عبارة عن تان زاوية الاحتكاك الداخلي إذن يعتبر معامل أمان واحد إذا كانت زاوية الاحتكاك الداخلي تساوي ميل المنحدر وبالتالي في هذه الحالة إذا كان ميل المنحدر أكبر من زاوية الاحتكاك الداخلي يعتبر غير مستقر بينما في هذه الحالة نلاحظ أنه زاوية الاحتكاك الداخلي بتكون أكبر من ميل المنحدر وبالتالي يعتبر المنحدر في هذه الحالة منحدر مستقر لأن معامل أمان في هذه الحالة بيكون أكبر من الواحد نجي نشوف نائش العوامل المؤثرة على الميول وعلى استقرارها ايضا اول عامل يؤثر على استقرار الميول هو الجاذبية العامل الثاني الذي هي عوامل التعرية الذي هي امطار رياح وغيرها من العوامل الاخرى العامل الثالث الذي هو السيبيج قوة سريان الماء عند وجوط الامطار في مناطق الوديان والانهار هذه ممكن تؤدي الى عدم استقرار المنحدرة العامل الاخير الذي هو الزلازل هذه تؤدي الى عدم استقرار المنحدرة ما هي انواع الميول يمكن تصنيف الميول الى نوعين ميول طبيعية مثل ميول الهضاب والوديان كما هو واضح هنا عندنا هنا وديان نلاحظ هذا هو ميول طبيعية ايضا هنا في الهضاب تعتبر هذه ميول طبيعية النوع الثاني مان ميد ميول صناعية وهي مثل ميول السدود الترابية وردميات الطرق الذي يدخل الانسان بصنعة تالي مثل الامباكمنت وهي طبقات رصف الطريق وايضا السدود الترابية السدود الترابية تعتبر من انواع الميول الصناعية ايضا ممكن تصنيف الميول حسب طبيعتها عندنا انفينيتي سلوب ميول غير محددة غير منتهية هذا النوع من الميول يتواجد في الطبيعة وليس الانسان دخل في تكوينه لانه بيكون ميوله كبيرة جدا وواسعة مثل ايش؟ مثل هذا المنحدر انه لا يتوجد له نهاية لهذا الميل بتنزل كتلة كبيرة على مستوى بعيد جدا اما النوع الثاني وهو الميول المحددة وهي الميول التي تنتهي تبدأ وتنتهي بنقطة معينة اذا هذا النوع من الميول يتواجد في بعض المنشآت مثل السدود الترابية والطرق والمصارف ويكون غالبا منصنع الانسان وقد يتواجد هذا النوع من الميول في الطبيعة بالتالي مثل هذا الميل نلاحظ انه بدأ في النقطة هذه وانتها في النقطة هذه لكن الميول هنا بدأت من مستوى معين وانهارت في مستوى بعيد جدا غير معروف اذا هنا انواع الميول حسب طبيعتها لو نجي هنا ندرس اتزان الميول ممكن ندرس اتزان الميول بالنسبة للميول الغير محددة في حالتين في حالة عدم سريان الماء وايضا الحالة الثانية مع سريان الماء في الطبق فلو بدأنا في الحال الاولى انه اتزان الميول غير المحددة بدون سريان الماء بنقسمها الى ثلاثة اجزاء حسب نوعية التربة النوع الاول عندما تكون هذه الميول في تربة غير متماسكة اللي بنسميها فاي سويل في هذا الحالة الغرض الرئيسي هو حساب زاوية ميل المنحدر الذي هو هنا البيتا ميل سطح التربة عند الاتزان الحرج والتي عندها تتساوى القوة المسببة للانهيار مع القوة التي تمنع الانهيار أو القوة المقاومة نلاحظ هنا عندنا منحدر غير محدد غير منتهي له الخواصة التالية كاما سيحة ساوي سوف لأنه مفترض هناك تربة غير متماسكة وفاي موجود هذا المنحدر يميل بمقدار بيتا في هذا الحالة أنا بتدور على البيتا الذي يكون عندها المنحدر مستقر إذن لو أخذنا هنا شريحة أرضها B وبالتالي فإن وزنها بيكون W وارتفاع المنطقة التي بيحصل عندها الانزلاق أو منطقة الكتلة التي بتنزلك ارتفاعها بيكون H بنفترض إذن ال-N المركب العمودي على مستوى الانزلاق و-T هي المركب المماسي والتي تسبب الانزلاق وهنا F هي القوة التي تمنع الانهيار أو التي تتبر القوة المقاومة وهنا بيكون عندي مستوى الانزلاق اللي هو سليب بلا في هذا الحالة ال-W هو عبارة عن قاما حق الطبقة في H في ال-B في كوساين البيتا إذن مساحة هذا متوازي المستطيلة ال-N هي عبارة عن W في كوساين البيتا ال-N هي عبارة عن W كوساين البيتا وبالتالي عندي ال-W معلومة في كوساين البيتا بيضع لي قاما HB كوساين تربيع البيتا ال-T اللي هي المركبة المماسية اللي تسبب الانزلاق هي W في صاين البيتا معنا قاما في ال-H في ال-B في كوساين بيتا صاين البيتا القوة التي تقاوم الانزلاق والتي تمنع الانهيار هي قوة الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات لأن التربة هنا في سويل وبالتالي F هي عبارة عن القوة العمودية N في معامل الاحتكاك الذي هو tan alpha وبالتالي قاما في ال-H في ال-B كوساين تربيع البيتا هذه قيمة ال-N مضلوبة في tan alpha وبالتالي لو جاهزنا نحسب هنا معامل الأمان يكون معامل الأمان هو عبارة عن القوة المقاومة على القوة المسببة للانهيار وبالتالي بيكون عندنا μ-HB كوساين تربيع بيتا tan phi على μ-HB كوساين بيتا صاين al phi لو تم الاختصار بتصبح عندي العلاقة بالصورة التالية tan phi على tan beta في هذا الحالة عند الاتزان الحريق بمعنى أنه يكون الميل أو معامل الأماني ساوي 1 وبالتالي في هذا الحالة بتكون tan beta تساوي tan phi معنى أنه ميل المنحدر على المستوى الأفقي ساوي زاوية الاحتكاك الداخلي متى ينهار هذا الميل؟ ينهار هذا الميل عندما تكون معامل الأمان أقل من 1 معناها ميل المنحدر أكبر من زاوية الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات وبالتالي حتى يكون هذا الميل مستقرا يجب أن يكون معامل الأمان 1 بمعنى أن يكون ميل المنحدر أقل من زاوية الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات إذن هذه بالنسبة للتربة غير المتماسكة لو نجي الآن في التربة المتماسكة اللي هي sea soil مثل الطين هنا الغرض الرئيسي هو حساب العمق ارتفاع المنحدر ارتفاع المنحدر الذي بندمكه أو ارتفاع المنطقة اللي بيحصل لها نزلق عند الاتزان الحريج ولا يسمى بالعمق الحريج H critical بنفس الحالة السابقة ال W معروف ال N W في Q sin beta القوة المسببة لإنهار هي لازالت نفسها W sin beta بس هنا بتختلف معي القوة التي تمنع الانهار أو القوة المقاومة القوة المقاومة التربة المتماسكة المعتمدة في مقاومة تاعة على C وبالتالي القوة هي عبارة عن C مضروبا في المساحة المساحة التي بيحصل لها قصي عبارة عن B في 1 إلى الداخل إذن C في B وبالتالي لو تم حساب معامل أمان في هذه الحالة هي القوة المقاومة على القوة المسببة للإنهار القوة المقاومة هي عبارة عن C في B على القوة المسببة لنا gamma HB cos beta sin beta ولو تم الإختصار تلاحظ أنه 2C بنضرب البسط والمقام فيه 2 بحيث تصبح هنا عندي sin 2 beta والتالي بيصبح معامل أمان 2C على gamma H sin 2 beta إذن في هذه الحالة ال H critical بمعنى عندما يكون معامل الأمان واحد بيصبح عندي أقصى ارتفاع والتفاع الحرج إذن 2C على gamma sin 2 beta هذا متى عندما يكون معامل الأمان ال H critical يمثلي على ال H حيث ال H هو عمق مستوى الانزلاق الذي تم دراسته بينما ال H critical هو العمق الحريج الذي بعده يحصل الانزلاق إذن في هذه الحالة عند الاتزان الحريج يكون معامل أمان واحد معناها ال H حتساوي ال H critical ينهار هذا الميل عندما يكون ال H أكبر من ال H الحريج معامل الأمان بيكون أقل من واحد لكي يكون هذا الميل مستقرا يجب أن يكون معامل الأمان أكبر واحد معناها أن يكون ارتفاع مستوى الانزلاق أقل من ال H critical الحالة الثالثة عندما ندرس تربة خليط اللي هي C و Phi في هذه الحالة أيضا بنفس الطريقة السابقة أنه بنحسب على كمل الارتفاع مستوى الانزلاق وأيضا مقارنة بالعمق الحريج في هذه الحالة ال W معروفة ال N أيضا معروفة القوة المسببة لازالت نفس القوة المسببة بس هنا المقاومة بتختلف لأنه ال N Phi و C Soil المقاومة بتعتمد على التماسك وعلى زاوية الاحتكاك الداخلي وبالتالي قوة الاحتكاك بتكون عبارة عن N في تان الفاي وقوة التماسك هي عبارة عن C في ال B وبالتالي لو تم حساب معامل أمان بيكون عبارة عن مجموعة الحالتين السابقتين C على قاما H ساين بيتا كو ساين بيتا زايد تان فاي على تان بيتا حيب تان فاي على تان بيتا هي معامل أمان بالنسبة للتربة في سعيل وهذه القيمة هي عبارة عن معامل أمان بالنسبة للC سعيل إذن في هذه الحالة تكون العلاقة بالصورة التالية عند الاتزان الحارج معناها الميل الهيدروليكي أو معامل أمان يساوي واحد وبالتالي ال H critical هي عبارة لو تم ترتيب المعادلة هذه بوضع الساوي واحد تلاحظ أنها تساوي C على قاما كو ساين تربيع بيتا في تان بيتا ناقصا تان الفاي أيضا عند أي عمق H بيكون معامل الأمان بالصورة التالية اللي هو العلاقة السابقة C على قاما H تان بيتا كو ساين تربيع بيتا زايدا تان فاي على تان بيتا أيضا في حالة الميول غير المحددة في تربة عامة ولكن مع سريان الماء إيش اللي بيحصل؟ بتتغير معنا هنا القاما القاما بدل ما كانت قاما عادي أصبحت قاما ساتيوريشن وأيضا المقاومة هنا تتغير بدل ما كانت معتمدة على السي الكلية والفاي الكلية لأنها بيعتمدة على السي داش والفاي داش لأنها اللي شادات فعالة في هذه الحالة إذن الـW عبارة عن قاما ساتيوريشن في الـH بي كو ساين بيتا الـN معروفة سابقا التـي بنفس الطريقة القوة المركبة المماسية التي تسبب الانزلاق بس هنا بيكون قاما ساتيوريشن فقط اللي بيطغير القوة المقاومة والقوة اللي تمنع عنهير هي قوة الاحتكاك والتماسك بس الفعال بمعنى C داش في البيت زائدًا N في تان الفاي داش وبالتالي لو تم حساب معامل الأمان بنفس الصيغة السابقة فقط بيكون عندي هنا C داش وهنا في داش بيكون في المقام بيكون عندي قاما ساتيوريشن إذن لو تم تبصيد العلاقة نلاحظ أنه معامل الأمان حيساوي C الفعالة على قاما ساتيوريشن H ساين بيتا كو ساين بيتا زائدًا قاما ساب على قاما ساتيوريشن في تان فاي داش على تان البيتا اللي هي معا حساب معامل الأمان بالنسبة للتربة الخليطة من C و Phi سويل ولكن في حالة سريان ألم إذن هذا كله كان بالنسبة للميول غير المحددة لو ندخل الآن في الميولة المحددة في البداية بنحدد مستويات الانهيار في الميولة المحددة أو نقسمها إلى أنواع مختلفة النوع الأول أنه انهيار الوجه ينهار هذا الجزء فقط وبالتالي بيسمى Face Slope Failure النوع الثاني انهيار الكعب اللي يبدأ الانهيار من هذه النقطة وينتهي في نهاية الردمية يسمى To Failure النوع الثالث اللي يسمى Base Failure انهيار القاعدة ينهار الامباكمنت أيضا ينهار مع جزء من العرض الطبيعية ويسمى Base Failure كيف يتم حساب معامل أمان في هذه الحالات؟ في عندنا طرق مختلفة هذه الطرق من خلالها بنحدد معامل أمان للميول المحددة أول طريقة اللي تسمى Sweden's Method الطريقة السويدية وهذه الطريقة تصلح فقط للتربة المتماسكة يعني التربة اللي فيها C الفي هنا بيعتبر 0 الطريقة الثانية الذي هي طريقة الشرع Slices Method وهذه طريقة تصلح للتربة الخليطة لC وفي سعيد الطريقة الثالثة والذي هي Taylor Stability Number Method طريقة رقم Taylor للاتزان وأيضا هذا الطريقة تصلح للتربة الخليطة من C وفي سعيد والآن بنتطرق إلى كل طريقة بالتفصيل لو بدأنا بالطريقة السويدية في هذه الطريقة يعتبر مستوى الإنزلاق عبارة عن قوس من دائرة هذا هو مستوى الإنزلاق عبارة عن قوس من دائرة وبالتالي في هذه الحالة يتم فرض عدد من دوائر الإنزلاق ذات مراكز ونصف قدر مختلفة مثلا يتم فرض مركز القوس هذا بيكون في النقطة هذه ومرة أخرى يتم فرضه في نقطة أخرى بيكون في نقطة بعيدة أو قريبة من هذه النقطة على الأقل بنأخذ ثلاث نصف أقطار أو ثلاث دوائر ويتم تحديد معامل الأمان لكل دائرة وتكون دائرة الإنزلاق الحريجة هي الدائرة ذات معامل الأمان الأصغر كيف يتم حسب معامل الأمان؟ معامل الأمان هو عبارة عن Stability Moment العزم المقاوم للإنهيار على Over Training Moment العزم المسبب للإنهيار بمعنى في عندي هنا بيتولد عزمين عزم حول مركز الدائرة عزم بيسبب الإنهيار والذي يمثلي هنا ال W في المسافة D يسميه Over Training Moment وعزم بيقاوم الإنزلاق اللي بيسميه Stability Moment العزم اللي بيقاوم الإنزلاق وهو عبارة عن التماسك والاحتكاك الحاصل هنا قوة الاحكاك مضربة في نصف قطر الدائرة إذن ال Over Training Moment هو عبارة عن ال W مضربة في المسافة الأفقية من مركز القتلة اللي بتنهار إلى مركز الدائرة حيث ال D هي المسافة بالقياس من الرسم لأنه هذا الكل بترسم بعدين بقياس الرسم و ال W هي عبارة عن القامة في الاريا بينما ال Stability Moment العزم المقاوم هو عبارة عن ال C ال C الذي هي التماسك في ال L بيعطينا الآن كقوة حولنا مضربة في ال R ال R الذي هو نصف قطر الدائرة حيث ال L وهو عبارة عن طول القوس طول القوس كيف نحسبه هو عبارة عن الثيتا الذي هو الزاوية زاوية القوس على 180 مضربة في باي R مضربة في باي R كيف خطوة هذه الطريقة إذن في البداية يتم رسم المسألة بمقياس رسم مناسب إذن هذه عندي مثلا في الواقع بأروح أرسمها في ورقة بمقياس رسم الطريقة الثانية أو الخطوة الثانية نقسم مساحة الجزء المعرض لإنزلاك إلى أجزاء يسهل حساب مساعتها بمعنى هذا الجزء ممكن نقسمه إلى مستطيلات أو ممكن نقسمه إلى شرائح أو ممكن نقسمه إلى نصف دائرة بحيث تسهل معها حساب المساحات يسهل حساب مساعتها وأيضا نوجد وزن كل جزء ونركزه في مركز الثقة إذا كان مستطيل في المنتصف إذا كان مثلث في الثلثة وهكذا ثم نوجد بعدها قيمة العزم المسبب للإنهيار حول مركز الدائرة بمعنى عندي هنا W في D لو كان عندي أكثر من شكل مثلث مثلا مستطيل أو ربع دائرة ومستطيل أو ربع دائرة وشكل آخر إذن صميشن W في D هذا هو العزم المسبب للإنهيار ثم نوجد بعدها قيمة العزم المقاوم للإنهيار حول مركز الدائرة العزم المقاوم كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن التماسك الحاصل عند مستوى الإنهيار مضروبا في طول مستوى الإنهيار الذي ال-L ومضروبا في نصف قطر الدائرة هيدا ال-L كما ذكرنا سابقا هو عبارة عن ثيتا على 180 في باي R ثم نوجد بعدها قيمة معامل أمان Factor of safety فاكتور F safety هو العزم المقاوم على العزم المسبب للانهيار نكرر العملية ثلاث مرات وفي كل مرة نفرض مركز مختلف ونصف قدر مختلف ثم نوجد معامل أمان بالطريقة هذه ومعامل الأمان الأقل هو اللي يمثل لي مستوى العنزلاق للحرك إذن هذا كان بالنسبة للطريقة السويدية الطريقة الثانية اللي تسمى طريقة الشرائح method slices في هذه الطريقة بنفس الحالة السابقة أنه بيعتبر مستوى الانزلاق عبارة عن نصف قوس من دائرة عبارة عن قوس من دائرة ولكن في الطريقة هذه يتم تقسيم منطقة الانزلاق إلى مجموعة اختيارية من الشرائح شريحة واحد اثنين بحيث أنه مثلا نقسم شرائح بالعرض حقها بيكون ثابت مثلا أو موحد ونوجد من خلالها ما يلي مثلا هنا عندي الشريحة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامس السادسة إلى الشريحة رقم 12 مجموعة مركبات الوزنة اللي تسببها الانزلاق إذن وزن كل شريحة هي اللي بيسبب لي الانزلاق وهي المركبات المماسة لمستوى الانزلاق مثلا هنا هذا الشريحة وزنها W إذن بروح أضربها في الثيتا الثيتا هي عبارة عن ميل القوة اللي بتمركز في مركز الشريحة عن الخطة الواصل بين مركز الدائرة ومركز الشريحة وهي المركب المماسة لمستوى الانزلاق ثانيا مجموع مركبات القوة اللي تقاوم الانزلاق واللي تمثل لي هنا بالاحتكاك لأن التربة هنا سي وفاي اللي يتمثل بالاحتكاك والتماسك بين الكتلة المعرضة للانزلاق لهذه الكتلة والكتلة الأم أو باقي كتلات التربة ثم بعدها من المركبتين السابقين بالوجد معامل الأمان حسب العلاقة اللي ذكرناها مسبقة كيف يتم الخطوات تتم؟ في البداية يتم رسم المسألة بمقياس رسم مناسب وليكن مثلا واحد إلى مئات مثلا الواحد السنتي في الخريطة يمثل لي مئات مئتر مثلا في الوقت ثانيا يتم تكسيم الجزء المعرض للانزلاق إلى عدد اختاري من الشرع كما ذكرنا سابق ثالثا لكل شريحة يتم حساب الآتي أولا مثلا لو افترضنا هذه الشريحة السادسة في الرسمة السابقة W6 هذه وزن الشريحة وزن الشريحة فين بنركزها؟ في المنتصف بنروح نشوف كم الزاوية التي يميل بها الوزن هذا عن الخط الواصل بين مركز الدائرة أو وبين منتصف الشريحة التي تم أخذها إذن يتم حساب الزاوية هذه فاي لأنه أنت بتستمع بمقياس رسم أكيد بتستنتيجها من خلال الرسم كم قيمة الزاوية ثانيا يتم قياس أبعاد الشريحة الطول في العرض ومن خلالها بتقدم تحسب المساحة مساحة الشريحة وأيضا يتم حساب وزنها الوزن هو عبارة عن مساحة الشريحة مضروبا في القامة للتربة ثالثا يتم حساب المركبات العمودية والمماسية بمعلومية الدابليو والفاي وبالتالي لو علمت الدابليو وعلمت الفاي هذه إذن بتقدر تطلع الان وتقدر تطلع التي حيث الان للقوة العمودية اللي يتمثلي دابليو في كوساين الفاي والتي هي عبارة عن دابليو في ساين الفاي إذن التي عبارة عن دابليو ساين والإن هي عبارة عن دابليو كوساين الفاي بعدها يتم حساب تأثير التمازك وبما أن التربة لها سي واحدة إذن معناها بنحسبها بالحالة السابقة هي عبارة عن سميشن سي في دلتا إل دلتا إل هي عبارة عن الطول المماس لكل شريحة وبالتالي لو عملنا سميشن معناها كأننا نحن بتكلم عن طول القوس كامل إذن هي عبارة عن سي في الأل هذا على افتراض أن السي واحدة لكل شريحة من الشرح والإختلافات بتعمل بالقانون الرئيس يلليو سميشن سي في دلتا إل والأل كما هو معروض مسبقا هي عبارة عن ثيتا على 180 في الباي أر الذي هو طول القوس بعدها بعد حساب السابق ما سابق لكل شريحة في جدول كالموضح في الجدول التالي إذن المفروض تفعلها بهذه الطريقة في جدول هنا يمثل لك عدد الشرح من 1 إلى 12 هنا بيكون عرض الشريحة بالمتر بالسنتيمتر هنا ارتفاع الشريحة هنا بيمثل لك كم وزن الشريحة هنا كم زاوية المركز الشريحة عن الخط الواصل بين مركز الشريحة وبين مركز الدائرة هنا عبارة عن الان اللي هو المركبات العمودية الذي هو W وكوسين بيتا وهنا عبارة عن القوة المماسية اللي هو T حتساوي W في صين البيتا وهنا نلاحظ أن هذه الإشارات يمكن الجمع جبلي يعني إذا كانت إشارة سالبة تطلح كما هي وإذا كانت إشارة موجبة تطلح كما هي ويتم جمعها بالإشارة إذن هنا في الأخير بيكون summation N وهنا أيضا بيكون summation T حيث ال N هي مركبات العمودية و summation T هي المركبات المماسية إذن في هذه الحالة القوة المسببة للإنزلاك هي عبارة عن summation T هذه هي القوة المماسية لسببة الإنزلاك القوة المقاومة للإنزلاك هي عبارة عن summation N في Tunnel Phi الذي هي الاحتكاك الداخلي بين الحبيبات زائد C في L إذا كانت التربة في هذه الحالة تعتمد على التماسك أما إذا كانت معتمدة فقط على الاحتكاك فبيكون عندي فقط الجزء الأول بعدها يتم حساب معامل الأمان معامل الأمان كيف نحسبه؟ هو عبارة عن القوة المسببة المقاومة للإنزلاك التي هي summation N في Tunnel Phi زائد C في L مقسوما على القوة المسببة للإنزلاك التي هي summation T هذه كانت بالنسبة للطريقة الثانية الطريقة الأخيرة هذه هي طريقة رقم تايلور للإتزان في هذه الطريقة فإن إتزان الميول المتجانسة يعتمد على إرتفاع الردمية وأيضا كم ميل الردمية هذه على المستوى الأفو أيضا على رقم الاتزان الذي يسميه stability number والتي سوف نسنتج من خلاله كم معامل الأمان إذا رقم الاتزان ليس له وحدات ويمكن حسابه المعادلة التالية ال-M اللي هو ال-stability number حيث أولي C التماسك على F ال-F هو عبارة عن factor of safety معامل الأمان على غامة في ال-H وبالتالي لو عرفت stability number وعرفت ال-C وأيضا ال-H معروفة بتقدر تحصل على كم معامل الأمان كم معامل الأمان بالنسبة للتربة إذن يمكن يجيز رقم تايلور الاتزان بدلالة ميل الانحدار وأيضا زاوية الحتكاك الداخلي من مخططات تايلور فمثلا في المخطط التالي إذا كان الانهيار توفليار معناها انهيار كعب بهذا الحالة بيكون الميول من هذه النقطة إلى النقطة هذه سيما هو هنا في الكيس في الكيس A نلاحظ بتدخل في المحور الأفوقي بقيمة البيتا وهنا عندك أكثر من خط الخط هذا هو عبارة عن قيمة زاوية الاحتكاك الفاي دخلت مثلا هنا عند البيتا هنا كانت مثلا ميل الردمية كانت خمسين إذن بتدخل عنده خمسين وزاوية الاحتكاك الداخلي بالنسبة للتربة مثلا كانت عشرة إذن عنده خمسين عشرة في هذا النقطة بيكون بروح أفوقيا بطلع كما الستابلتي نمبر من خلال الستابلتي نمبر بقدر أطلع كما عامل الأمن أيضا بقدر أطلع وين مركز الدائرة الذي أرسم من خلالها مستوى الانهيار وذلك بمعلومية البيتا إذا كانت البيتا مثلا هنا أقل من ثلاثة وخمسين درية درية بيكون بدخل بقيمة البيتا هنا خمسة واربعين مثلا ثلاثة بون ستة ثمانية بتكون قيمة الألفا وان والألفا تو معلومات وبالتالي بقدر أوصل الخطوط بمعلومية الزاوية هذه وقدر أعرف فين منطقة التقاطع هنا الذي يمثل لي مركز الدائرة في حالة كانت زاوية الميلة المنحدر أكبر من خمسين بندخل في المخططة التالية إذن هنا إذا كان أقل من خمسين من ثلاثة وخمسين إذا كان أكبر من ثلاثة وخمسين بندخل بمعلومية البيتا نطلع كمال ألفا واحد اللي هي هذه القيمة وأيضا كم قيمة الثيتا التي تمثل زاوية القوس أو زاوية القوس في الدائرة إذن بنطلع هنا مثلا لو كانت سبعين بنطلع نطلع على القامة نطلع على الثيتا ونقدر من خلالها نعرف مركز الدائرة أيضا في حالة البيس فليار إذن هارس التربة بالصورة التالية نهار جزء منها بمعنى ضرورة يكون عندنا N وأيضا H دي بتكون معروفة إذن بدخل بقيمة الD الD اللي ممكن التربة تنهار بها الذي يدي H هنا وبمعلومية الN هنا بتقدر تحصل على الاستابلتي الاستابلتي نبال بنفس الطريقة السابقة بندخل بD هنا وبنأخذ كم الN وهنا بيكون البيتا ثلاثة وخمسين بنرجع عفوقيا بنقدر نطلع كم الاستابلتي ننبر هذا في حالة إيش كانت الفاي حتساوي زيرو أيضا نقدر نحسب مركز مركز الدائرة في حالة انهيار القاعدة بمعلومية البيتا أيضا بمعلومية الD وبنقدر ندخل في تقاطع ونطلع كم قيمة الN أو بمعلومية البيتا ومعلومية الN بنقدر نطلع كم قيمة الD وبالتالي بنقدر نحصل على مركز الدائرة هذا كل ما كان في موضوع اتزان الميول كملخ الصريع واحد العام المثرة على الميول الاستقرار هي التعريه الجادرية السريع عن الماء الزلازل ثانيا أنواع الميول ميول طبيعية ميول صناعية ثالثا طبيعة الميول إما ميول محددة أو غير محددة بالنسبة للميول المحددة بيكون الانهيار إما انهيار كعب أو انهيار واج أو انهيار قاعدة بالنسبة لطرق تحليل الميول المحددة في عندنا الطريقة السويدية طريقة الشراح طريقة رقم تايلور للاتزان مرفق لكم مع عزيزي طلاب هومورك رقم 10 وشكرا لحسن الانتباه